أطلقت اللجنة الوطنية التنسقية لمكفحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر مشروع مكفحة الاتجار بالبشر والممول من قبل وزارة الخارجية الأمريكية بمقر وزارة الخارجية اتضمنوا المشروع عددا من المحاور منها رفع مستوى الوعي العام بجريمة الاتجار بالبشر وأشكال هذه الجريمة وكيفية الإبلاغ عنها إلى جانب بناء القدرات الوطنية في مجال تقديم المساعدات والخدمات اللازمة لضحايا الجريمة لإعادة إدماجهم في المجتمع اجتماعيا واقتصاديا يأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة لتدشين عدد من حملات التوعية لمكفحة جريمة الاتجار بالبشر كون أن الخارجية الأمريكية بتمول هذا المشروع فده نوع من الاعتراف بأن مصر دولة جادة في التعامل مع قضية الاتجار في البشر وده شيء يسعدني ولأنه ده حيبقى بداية لمزيد من التعاون ترجمة نانسي قنقر